أحمد الله إليكم صاحب الغريل هذا الثالث يقول شخص مريض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الثلاث يقول أحمد الله إليكم شخص مريض شهرا ولم يستطع خلالها من أداء الثلاث ويريد قضاء فغسلوا عن سيسيق لقضاء الثوائد هل يقضيها جسعة واحدة أم يلزمه أن يقضيها في أوقاتها بمعنى يقضي مع الفجر فروات الفجر وهذا المريض لا يختر homes بل يصلي على حتى بحاله والقائم لا يختر住 pela بل يصلي على حتى بحاله إن ختور زرجانا أو ردان الثلاث لا تختر احاله زاد عقل الوثان باجيا إنه لا يخترrets لكن يتحلي على حتى بحاله قال خلاله عيور متم تحلي المريض طائما فإن لم يستطع فقاعدا فإذا استطعتها على جن فلا كثرة الصلاة لأجل المرض إلا إذا فقد العقل إذا فقد العقل فقر لا يعقل فهذا يظهر إن كان إن كان تفضع للعقل استمر مدة طويلة أشهرا أو طويل ثم رجع عليه عقل فهذا لا يفضل لأنه وقت فقدان العقل رفعت عنه في الثالي فيصليت المتفضل أما إذا كانت مدة غياب عقله خليلة إذا كانت مدة غياب عقله خليلة حدود ثلاثة زيان إلى عسر مثلا خليلة تعد قليلة فهذا يفضل ما فاته يفضل ويفضل يفضل متسابعة يفضل متسابعة لا يؤخره إلى الصلوات خلي الظهر مع الظهر والعصر مع الظناء الغلط لأن عند العوار هو غلط بل يفضل بالترتيب صلوات اليوم الأول ثم بالترتيب صلوات اليوم الثاني ثم بالترتيب صلوات اليوم الثالث إذا أمسله أنه يفضل هذا المجلس الواحد يجب على إيدان فإذا لم يمكنه فإلا هو يوزعها على فترات حسب اتطاعته ماله تضرر بمعيثة فقولوا مالك تضرر بمعيثة في احتاجها فيورجعها على فترات وفي كل فترة يقضيها مركبا متسابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر